أمطار مرتقبة هنا تفضلي في البداية صباح الخير أسامة ليك ولكم مشاهدين إذن بالفعل سيكون فيه تغير في الوضعية الجوبية قدوم منخفض جوي سيخص أغلب المناطق الشمالية للوطن الغربية الوسطى والشرقية بتساقط أمطار إن شاء الله ستكون بكميات معتبرة وأيضا الثلوج ستخص أغلب المرتفعات خاصة المرتفعات الوسطى والشرقية التي يصل على الألف متر بإذن الله إذا كما نلاحظوا خلال ليلة الاثنين إلى الثلتة ستخص الأمطار إن شاء الله الولايات الغربية وكذلك الوسطى على كل من مستغانم شلف كذلك البليدة الجزائر العاصمة المدية خلال صباحة يوم الثلتة بإذن الله وينتقل تدريجيا إلى الولايات الشرقية بتساقط أمطار وكذلك ثلوج كما نلاحظوا خلال ظهيرة يوم الثلتة تلوثة خاصة المرتفعات الداخلية الشرقية التي يصل على الألف متر بإذن الله بالنسبة لتساقط الأمطار كما نلاحظوا سيكون بكمية جد معتبرة تقارب الـ 50 ميليمتر محليا على كل منتبسة باتنا كذلك الجلفة حتى سقه رأس عنا باق سنتينة سكيكدا كذلك بيجاية جيجل بويرة دائما الجزائر العاصمة والبليدة وأيضا بالنسبة لولايات المدية نبقى نسجل فيها تساقط الأمطار لاحظوا أنه سيكون في استقرار في الوضعية الجوية فيما يخص الولايات الغربية وتمركز المنخفض للضغط الجوي سيخص بكثرة الولايات الوسطى والشرقية للوطن حتى فيما يخص الوادي وتوكورت أيضا ستعرف إن شاء الله تساقط أمطار رعدية وهذا خلال يوم الأربعاء بإذن الله كذلك خلال نهار اليوم إن شاء الله سيكون فيه أجواء غائمة مصحوبة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة فيما يخص الولايات الغربية وكذلك على الجنوب الغربي والأمطار إن شاء الله ستكون بداية من ليلة يوم الغد الأثنين على مجمل الولايات الوسطى الشرقية والغربية للوطن كذلك يرتقب أن يكون فيه تراجع في درجات الحرارة الدنيا ستقارب الأربع درجات تحت السفر بالنسبة لباتنا خنشلت بالساق سنتينة وسطيف ستكون جدم خفضة فيما يخص الولايات الداخلية الشرقية بما أنه ستعرف إن شاء الله تساقط للثلوج فيما يخص كل من تزيوزوا البويرة كذلك على لغوات بسكرة أيضا على النعامة البيض مشرية عين الدفلة الجلفة تيارة مغنية وتلمسان ستقارب درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية والصباحية في حدود درجتين تحت السفر بإذن الله والسواحل الوطنية أيضا ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين أربعة إلى حوالي ست درجات فقط نلاحظ أن الكتلة الهوائية الباردة ستخص حتى المناطق الجنوبية بتسجيل درجات حرارة منخفضة سفر درجة على إليزي جانات إناميناس وكذلك بيتامنراست بشار كذلك تندوف وبني عباس عين الصفرة ستقارب سفر درجة كذلك درجة واحدة فقط على غردايا وزلفانة في حدود درجتين بالنسبة لإنصالح كذلك على أدرار أما القصوى على المناطق الشمالية فستكون جد منخفضة تحديدا على كل من قسنطينا سطيف أم البواقي بورج بوري ريج كذلك قالمة سوقهراز حتى على باتنا خنشلة واتبسة لن تتعدى حوالي 8 درجات فقط خلال الظهيرة فيما يخص عين الدفلة الجلفة تيارة تلمسان كذلك نعامة البيت سمسيلة بوسعادة ستتراوح بإذن الله بين 10 إلى 12 درجة فقط السواحل الوطنية أيضا ستكون الأجواء باردة على العموم سلن تتعدى إن شاء الله 16 درجة فقط خلال الظهيرة المناطق الجنوبية في حدود 31 درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار وإنجزان ستقارب بإذن الله على باقي الولايات الجنوبية بين حوالي 12 إلى إن شاء الله 22 درجة فيما يخص شمال السحرى منطقة الواحد الجنوب الغربي بالحديد دائما عن المناطق الجنوبية إذن كان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبه يخص كل من ولايتين إليزي وورغلا بهبوب رياح قبية تقارب 50 كيلوبيتر في الساعة إذن ستكون رفوقة بتطاير للرمال وبالتالي سيكون فيه رداء في الرؤية وهذا أو كانت بداية من التاسعة من صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم بإذن الله هذا على الأقل لأنه غدا كذلك إن شاء الله يرتق بكم في دائما تطاير زوابع رملية فيما يخص الولايات الجنوبية هالة البحر خلال نهار اليوم سيكون هادئ وجميل على غلب السواحل الوطني رياح ستكون ضعيفة تتراوح بين 20 إلى 25 كيلو متر في الساعة اتجاه الأمواج سيكون شمالي إن شاء الله من شمالي إلى شمالي شرقي لكن مع قدوم الاثراب الجوي سيكون البحر هائج تقريبا على غلب السواحل الوطنية رياح ستقارب 50 كيلو متر في الساعة كما نلاحظه وعلو الأمواج قد يصل حتى الأربعة أمتار بإذن الله خاصة في مخص السواحل الشرقية كالقالة جيجل سيك داع النابة بيجا يأزفون وذلس كل هذا إن شاء الله بداية من يوم الثلاثة بإذن الله إذن مشاهدين سيكون في تغير في الوضعية الجوية بداية من ليلة يوم الغد الاثنين قدوم استرهب جوي محمل بتساقط أمتار ستكون محليا معتبرة وكذلك تروج على أغلب المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علو عن الألف متر وأيضا نبقى نسجد دائما تراجع في درجات الحرارة الدنيا وكذلك القصوى تستمر هذه الوضعية الجوية إلى غاية يوم الخميس بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أسامة وكذلك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالوضعية الجوية مشاهدين لفضل النهار منستكم الإشارية اختر منستك لإعلان إشارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشارية اختر منستك لإعلان إشارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشارية اختر منستك لإعلان إشارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشارية اختر منستك لإعلان إشارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشارية اختر منستك لإعلان إشارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر